أكد الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند من تقدم على الأصعيدة المختلفة وحرص المملكة على مواصلة تطويرها نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات المشتركة وينعكس أثرها على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الرفاع سعادة السيد تانيت ناسونخلا سفير مملكة تايلند لدى المملكة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث أشهد سموه بما قام به السفير من جهود لدعم أسس التعاون المشترك بين البحرين وتايلند معربا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهامه المقبلة منوهان سموه بأهمية استمرار تعزيز العمل الثنائي بظل ما يجمع البلدين الصديقين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يحقق مزيدا من التقدم في مسارات هذا التعاون على كافة المستويات من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات مملكة البحرين ومملكة تايلند مؤكدا حرص بلاده على مواصلة البناء على العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على كافة المستويات تاويات